الأحوال الجوية برعاية جامل التأمينات مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى نشرة أحوال التقس المتوقعة لليلة اليوم وحالة التقس لسباحة الغد بحول الله نستهلها إذن بدرجات الحرارة الدنيا والمتوقعة لهذه الليلة إذن سوف تكون منخفضة خصوصا على المرتفعات الداخلية كأدنى مقياس في حدود 12 درجة على ستيف وقسانتينات 13 درجة بالجلفة والبيت حتى على مرتفعات الأوراس بخنشلات بسا وبتنا بالعاصمة في حدود 16 درجة على الولايات الساحلية الغربية بوهرانت لمسانوى مستغانم وفي حدود 19 درجة بأقصى الشرق على القالاسكيكداعنبا والطرف إذن حتى على الجنوب الكبير درجات الحرارة سوف تنخفض 22 درجة على تندوف 23 درجة بالساورة 24 درجة بشمال السحراء بغردايا ورقلاتقورت ومنطقة الواحد بالجنوب الشرقي في حدود 23 درجة على إليزي وأناميناس 27 درجة على جانيت وتامنراست و28 درجة بأقصى الجنوب الجزائري ببرج بجي مختار وعنقزام نمر إذن إلى الوضعية الجوية المتوقعة لسبحة الغد بحول الله إذن بعد الإطرابات الجوية التي شهدناها في 24 ساعة الأخيرة التي همت كفة الولايات الساحلية الوسطى الشرقية والغربية نفس الوضعية الجوية تبقتهم إذن أقصى الشرق سوف تكون مسحوبة إذن بريح قوية حتى بأمطار معتبرة محليا سماء مغشات سوف تهم الولايات الساحلية الوسطى والغربية بصحوب كتيفة مع احتمال لتساقط بعض القطارات من الأمطار هذا على فترات متفرقة بالمرتفعات الداخلية الوسطى الشرقية والغربية سوف نشهد إذن بعض الخلايا الرادية مع احتمال لتساقط بعض القطارات من الأمطار بالجنوب الكبير أجواء مشمسة إذن على شمال الصحراء الجنوب الشرقي حتى بالصحراء الوسطى وأقسى الجنوب الجزائري ودائما النشاط الرعدي سيبقى يميز منطقة السورة والجنوب الغربي دائما مع تطاير للرمال بالصحراء الوسطى تحت تأثير الرياح القوية عن درجة الحرارة القصوى والمتوقعة لظاهرة الغد بحول الله إذن سوف تعود لتنخفض 27 درجة فقط على العاصمة 26 درجة على وهران حتى على الولايات الساحلية الشرقية بيسكيك دال قال عن نبا والطارف 29 درجة على مرتفعة الأوراس 28 درجة بيسطيف وقسنطينا وصولا حتى الجلفة البيض مشريا عاما وتيارت بالجنوب الكبير أيضا إذن سوف نلمس انخفاض في درجات الحرارة 30 درجة على تندوف والصورة 40 درجة إذن كأعلى مقياس بالصحراء الوسطى بتميمون أدرار وعين صالح بشمال السحراء 39 درجة 38 درجة على الجنوب الشرقي و40 درجة بأقصى الجنوب الجزائري على برج بجي مختار وعنق الزام نمر إذن إلى الملاحة والصيد البحري وعن أحوال البحر البحر بحول الله سوف يكون من قليل الإطراب إلى مضطرب قرب السواحل الشرقية من شواطئ بيجايا عن نبا وصولا إلى شواطئ القالة بفعل ريح سوف تكون قوية نسبيا لتصل حتى 40 كم في الساعة وإتجاه ريح سوف تكون شمالية شرقية البحر بحول الله سوف يكون من هادئ إلى قليل الإطراب قرب السواحل الغربية والوسطى من شواطئ وهران بنيساف وصولا إلى شواطئ العاصمة سرعة ريح لن تتعدى 30 كم في الساعة وإتجاه ريح سوف تكون جنوبية غربية نختم إذن النشر الجوية بالمعلومات الفلكية التي تهم الجزائر العاصمة وضواحيها بشروق وغروب الشمس الشروق بحول الله على السادسة وواحد وثلاثون دقيقة أما الغروف سوف يكون على السادسة وثلاثة وخمسون دقيقة بهذا نأتي إلى ختام نشر الجوية شكرا لكم مشاهدنا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة في أمان الله الأحوال الجوية برعاية جامل التأمينات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة